اهلا بكم في اخبار الساعة من العربية نستعرض ونرصد معكم ابرز المستجدات في العنوين الجيش الاوكراني ينفي اي تقدم روسي في باخموت وزيلنسكي يحاضر من تداعيات وخيمة لخسارة المدينة مع استمرار المفاوضات حول التعديلات القضائية في اسرائيل رسائل شديدة اللحجة بين بايدن ونتنياهو واشنطن تحذر بكين من اي رد فعل على زيارة رئيسة تايوان والصين تعتبر الترانزيت استفزازا متعمدا تقرير يحذر بان الذكاء الاصطناعي سيحل محل ثلاثمائة مليون وظيفة بدوام كامل على الاقل في المستقبل صباح الخير مشاهدنا نبدأ من معركة طويلة الامد خسارتها مكلفة للطرفين اوكرانيا وروسيا لذلك يخوض جيش البلدين قتالا شرسا في باخموت وسط تضاربا في الانباء حول التقدم الروسي فيها الجيش الاوكراني اكد ان القوات الروسية لا تزال تحاول السيطرة على باخموت وافديفكا الشرقيتين من دون احراز تقدم هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاوكرانية قالت ان معظم الهجمات الروسية تتركز على بلدتي باخموت وافديفكا والمجتمعات القريبة منهما في منطقة دونيتكا الصناعية واشار متحدث باسم قوات الجيش الاوكراني الى تسجيل سبعين قصفا روسيا في باخموت وحدها وان المقاتلين الاوكرانيين ما زالوا يتصدون للهجمات مع تكبد روسيا خسائر كبيرة في الارواح اثناء القتال وفق قوله بدوره حذر الرئيس الاوكراني فولدمير زيلنسكي من انه ما لم تكسب بلاده معركة باخموت فقد تبدأ روسيا في بناء دعم دولي لاتفاق قد يتطلب من اوكرانيا تقديم تنازلات غير مقبولة سيبيع بوتين هذا النصر سيبيع هذا النصر للغرب ولمجتمعه وللصين ولإيران ولجميع البلدان الى البرازيل الى دول امريكا اللاتينية وليس الى لاتفيا ولتوانيا واستونيا وخلال تصريحاته وجه الرئيس الاوكراني فولدمير زيلنسكي دعوة للرئيس الصيني شي جي بينج لزيارة اوكرانيا زيلنسكي اعرب ايضا عن قلقه من تغيير موازين القواء السياسية في الولايات المتحدة وبموازات معركة باخموت الحاسمة مشاهدين قصفت القوات الاوكرانية مدينة ميلاتبول التي تسيطر عليها روسيا جنوبي منطقة زابوريجيا ما ادى الانقطاع امدادات الكهرباء في المدينة وعن قرى مجاورة وفق وسائل اعلام روسية وبحسب وكالة تاس الروسية جرى تدمير مستودع للقطارات ايضا من دون وقوع اصابات وفقا للمعلومات الاولية كما افاد رئيس بلدية ميلاتبول بوقوع عدة انفجارات في المدينة من كييف ينضم الينا الصحفي محمد البابا اهلا بك معنا محمد اذا ما اخر التطورات من جانبكم حول المعركة المحتدمة في باخموت نعم بالفعل يعني يقوم الجيش الاوكراني باستهداف مراكز تواجد الكوات الروسية المتواجدة في الجهة الشرقية لمدينة باخموت الجيش الاوكراني ايضا يكثف عملياته في محيط باخموت عبر قصف مراكز تجمع الكوات الروسية خاصة ان حركة الجيش الاوكراني قد تغيرت الى حد كبير خلال الايام القليلة الماضية بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الاوكراني وذخائر بشكل كبير الكوات الروسية خلال الفترة الاخيرة خلال اليومين او ثلاثة ايام الماضية بدأ ارسلت ايضا تعزيزات من كوات الميشات والجيش الروسي النظامي الى منطقة باخموت بسبب تراجع حدة القتال عند مجموعات فواجنر وبسبب النقص الكبير في العتاد والسلاح وايضا العناصر لمجموعات فواجنر لذلك الكوات الروسية ضخط مجموعات عسكرية كبيرة لتصعيد كبير في مدينة باخموت في محاولة للدخول واحتلال تلك المدينة بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة قبل بداية الجيش الاوكراني بالهجوم المضاد ايضا الجيش الروسي بدأ يفتح او يقوم باشعال بعض الجبهات الاخرى خاصة على محور لمن بالامس كان هناك قصف شديد ومحاولات كثيفة من الكوات الروسية للتقدم باتجاه لمن الا ان الجيش الاوكراني قام بصد هذه العمليات ادفيفكا ايضا الجيش الاوكراني خلاله يعني بالامس منع دخول الصحفيين وطالب جميع المدنيين بمغادرة ادفيفكا بشكل فوري بسبب العمليات العسكرية الشديدة والهجوم الروسي الكبير على مدينة ادفيفكا الجيش الاوكراني اعلن انه استلم عدد من دبابات ليوبرد من بريطانيا من المانيا من منشيكيا ومن بولندا اصبحت لدى الكوات الاوكرانية ايضا فنلندا والنيرويش ارسلت دبابات ليوبرد للجانب الاوكراني وأيضا أعلى جيش أوكراني ووزارة التفاعل أوكرانية أعلنت أنها استلمت عدد من دبابات شالينجر البريطانية التي أرسلتها بريطانيا صحيح وفي هذه الأثناء محمد يشير مجلس الأمن الروسي في عاجل يريدنا على الشاشة أنه لا تراجع عن تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية في أوكرانيا شكرا لك كنت معنا من كييف الصحفي محمد البابا وعلى وقع تصعود حدة المعارك في باخموت أعلنت روسيا عن بدء تدريبات عسكرية على صواريخ يارس النووية الباليستية والعابرة للقارات التدريبات تجري بمشاركة أكثر من 3000 عسكري وبوجود 300 قطعة من المعدات العسكرية ولكن السؤال مشاهدين ما هي صواريخ يارس وما مدى قوتها هي منظومة استراتيجية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات يبلغ مداها 12 ألف كيلومتر ما يسمح بإصابة أبعد موقع في العالم وبسرعة صاروخية تبلغ 14 ماخ فضلا عن قوتها التفجيرية التي تعادل مليون طن في الأثناء تسلمت القوات المسلحة الروسية المئات من أحدث الدبابات لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وذلك وفقا ما أفادت به مصادر وكالة سبوتنك والتي أوضحت أيضا أن معظم الدبابات الجديدة من طراز تي 90 أم تسلمتها موسكو من خط تجميع الدبابات في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية أما الخارجية الروسية فقد وصفت قرار الولايات المتحدة بحجب بيانات نووية بأنه إخفاق خبيث وضر للامتثال لمعاهدة ستارت وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوب قال إن واشنطن لم تعلق مشاركتها رسميا في معاهدة ستارت وبناء على ذلك فهي ملزمة بالامتثال الكامل لبنودها من موسكو ينضم إلينا الدبلوماسي السابق فتشسلاف ماتوزوف أهلا بك معنا سيد فتشسلاف لنبدأ بتصريحات روسيا بأن أمريكا ملزمة بهذا الاتفاق ستارت لأنها لم تخرج منه رسميا ما تعليقك؟ طبعا أمريكا خرجت من كل الاتفاقات الدولية التي كانت في السابق توقع مع الاتحاد السوفيتي مع روسيا الفيدرالية على أساس حقوق متساوية على أساس قانون الدولي عندما أمريكا كانت تعتبر أن يولايات المتحدة القوة الأساسية الوحيدة في العالم وروسيا تخرج من أطار سياسة أمريكية أصبحت هناك كل الاتفاقيات الفاعلة بين روسيا وأمريكا فاشلت خرجت أمريكا من اتفاقية السواريخ متوسط المادة السواريخ مضادة للسواريخ ونزام الدفاعي كل هذه خطوات لشك أن إشارة واضحة بنسبة لروسيا أن ولايات المتحدة ليس ملتزمة لكل الاتفاقيات أنا من جانبي أنا شخصيا ممكن أضيفه أن مثلا أوضاع في حركة أولمبية العالمية حيث دوطات الأمريكية فرضت على منازمة الرياضة ليس السياسة ليس منازمات التحالفات العسكرية الرياضة منع الرفع الأعلم الروسي هذا هو أساس هذا هو حركة سيد فتشسلاف ما إن أردنا الحديث عن معركة بخموت تحديدا والتي تقول روسيا بأنها تحرز تقدما كبيرا فيها ولكن الجانب الأوكراني في ذلك ولا ننسى بأن روسيا أيضا تقوم الآن بتدريبات عسكرية على صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات لماذا تقوم بهذه التدريبات في هذا التوقيت والذي تقول بأنها تحرز فيه تقدما في بخموت هل هي تستعد ربما لمعركة الربيع المرتقبة؟ أولا أن معركة بخموت لحتى يفهم سادة المشاهدين أن معركة البخموت مهمة مهمة ليست استراتيجيا مهمة سياسيا ونفسيا لأن معركة البخموت يأخذها من جانب الروسي فقط شركة العسكرية الخاصة واغنر وهذا هي شركة التي تصار جيش أوكرايني النظامي في بخموت ولذلك تقدم لهذا الشركة واضح تماما وحرب الجارية لا شك أن عنصر الإعلاني يلب دورا كبيرا وموقف وتصريحات رسمية من قبل كيف واضحة كذلك هم يحاولوا أن يشاجعوا القوات الأوكرينية للمعركة ولكن بخموت تقريبا محاسب طريق واحد فقط يربط أوكرانيا مع بخموت وهذا الطريق تحت الدرب المكسف لمدفعية للصواريخ والطائرات كل هذا لا يسمح لأوكرانيين أن يزودوا قوات بخموت بزخير حتى طيب هذا عن بخموت ماذا عن التدريبات على يارس خمسة طلاب يومية طيب يبدو أنك لم تسمعني سيد فجسلاف شكرا جزيلا لك من موسكو الدبلوماسي السابق فجسلاف ماتوزوف أثار قرار اللجنة الأولمبية الدولية غضب روسيا فقد أوصت اللجنة بإعادة الرياضيين الروس والبلاروس تدريجيا إلى المحافل الدولية لكن تحت علم محايد وبصفة فردية شرط عدم دعمهم للحرب ضد أوكرانيا وقال الرئيس اللجنة توماس باخ أن توصيات المجلس التنفيذي للجنة تتعلق فقط بعودة هؤلاء الرياضيين إلى المنافسات الدولية ولكن المشاركة في أولمبيات باريس 2024 ستتطلب قرارا منفصلا يتخذ لاحقا من جانبه اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الروسية معايير اللجنة الدولية غير مقبولة وقال إن الشروط المقترحة لا أساس لها وتخالف القانون ومجحفة مستمرون معكم ونتابع بعد الفاصل تلميحات إيرانية بإبقاء الباب مفتوحا لاستئناف المفاوضات الدووية أحييكم من جديد تستمر اليوم في إسرائيل المفاوضات بين أحزاب الغالبية والمعارضة بشأن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي أسحق هرتسوغ أن المشاورات مستمرة بعد لقاء أول جرى أمس انتهى بروح إيجابية وفق بيان المكتب وعقد لقاء الحوار الأول في مقر إقامة هرتسوغ بين فرق العمل التي تمثل الاتلاف الحاكم وحزبي المعارضة ييش عتيد وحزب الوحدة الوطنية وكان زعيم حزبي ييش عتيد والوحدة الوطنية يائير لبيد وبيني جانس أعلن استعدادهما للحوار مع الغالبية برعاية هرتسوغ ولكن بينما تخوض إسرائيل نقاشات مكثفة مشاهدين لحل أزمة التعديلات القضائية دخلت في سجال حاد مع إدارة الرئيس جو بايدن الذي وجه رسالة شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية بايدن حذر في بيان من أن إسرائيل لا يمكنها مواصلة مسار المواجهة القضائية داعيا رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو للتوصل إلى تسوية حقيقية وقال بشكل صريح أنه لا يحتزم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض في المدى القريب الأخير رد ورفع لهجة السجال فقال إن إسرائيل دولة مستقلة تتخذ قراراتها من دون أي ضغوط خارجية ومن أمام الكنيست تنضم إلينا مراسلة العربية لانا كالغاصي أهلا بك معنا لانا ما الجديد حول هذا السجال بين بايدن ونتنياهو ما الجديد حول المعارضة والاتفاقية التي وصفت بأنها إيجابية كانت في اللقاء الأخير صحيح يعني نبدأ بالاجتماع الذي انعقد ليلة أمس بين الأحزاب اليمينية والإتلاف الحكومي وبين المعارضة الإسرائيلية برئاسة يئير لبيد كان هناك اجتماع ليلة أمس ولكن هذا الاجتماع لم ينتهي بتسوية بين الطرفين إنما كان هناك فعليا روح إيجابية حسب ما وصفها الرئيس الإسرائيلي ولكن حتى الآن لا يوجد هناك إعلان عن فحوى ومضمون هذا الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة ونصف في منزل الرئيس الإسرائيلي هيرتوغ ولكن التداعيات تقول بأن فعليا هذا الاجتماع كان يوجد فيه روح إيجابية ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى حل مرضي للطرف اليمين وطرف اليسار وما زال هناك سوف يكون هناك عدة لقاءات سوف يقوم بانعقادها ربما يكون أيضا في منزل الرئيس الإسرائيلي هذا الأسبوع حتى ربما يحصل أي تطورات في هذا الموضوع ولكن حتى الآن الموضوع لا يوجد أي حل موجود على الطاولة بشكل نهائي طيب لانا ماذا عن السجال واللهجة الشديدة بين بايدن ونتنياهو؟ كيف تتناولها الصحف في الداخل؟ يعني حكومة الولايات المتحدة كانت منذ البداية يعني معطرضة على هذه التعديلات القضائية وأيضا كانت تبدي قلقها بشأن الشارع الإسرائيلي وبشأن الاحتجاجات والمظاهرات التي كانت تزداد وتتصاعد أسبوع تلوى الآخر شهدنا عشرات الآلاف من الإسرائيليين يعني يخرجون إلى الشارع في تل أبيب والقط ويعني معطرضين على هذه التعديلات القضائية كانت هناك محاولات كبيرة من الولايات المتحدة للضغط على بن يمين نتنياهو كان هناك أيضا الرئيس الأمريكي أجرى اتصال شخصي مع بن يمين نتنياهو وقال له على ما يبدو أن الأمور تتصاعد إلى الأسوأ ونصحه بأن يقوم بتوقيف هذه التعديلات القضائية وإلغائها وليس فقط تأجيلها إلى بعض الأعياد اليهودية وهذا على ما يبدو ما أغضب بن يمين نتنياهو وقال له نحن فعليا لن يكون هناك ضغط من الولايات المتحدة على إسرائيل لإلغاء هذه التعديلات القضائية وأن إسرائيل سوف تقوم بما يناسب لها وأيضا قد صرح الرئيس الولايات المتحدة بأنه لا يوجد لديه نية باستضافة بن يمين نتنياهو حتى الآن يوجد هناك تهديد من أكثر دولة مؤيدة لإسرائيل وداعمة لإسرائيل رأينا ذلك منذ سنوات ولكن اليوم هي تعارض إسرائيل ويوجد حساسية على ما يبدو شكرا لك من أمام الكنيسة مرسلة العربية لاناكا الغاصي من إسرائيل إلى موسكو حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن روسيا لعبت دورا هاما في المفاوضات حول استعادة الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة الأربعة زائد واحد في فيينا وهو أمر يعتزم منقشته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته إلى روسيا ونقلت الوكالة عن عبداللهيان في بداية زيارة للعاصمة الروسية أن الباب الاستئناف المفاوضات النووية الإيرانية مفتوح وأن أحد مواضيع المحادثات مع لافروف هو بذل الجهود لإعادة الأطراف إلى الامتثال لأحكام خطة العمل الشامل المشتركة رحلة ترانزيت بسيطة تشعل توترا بين واشنطن وبكين فقد طالب مكتب شؤون تايوان الصيني طالب أمريكا بعدم السماح لرئيس تايوان ساي إينغ وينغ بالتوقف في واشنطن وعدم عقد أي لقاءات رسمية معها وقالت المتحدثة باسم المكتب في مؤتمر صحفي إن مرور تساي في الولايات المتحدة هو استفزاز متعمد وانتهاك خطير لمبدأ الصين الواحدة إذا اتصلت برئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي سيكون هذا استفزاز آخر ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة ويؤذي سيادة الصين وسلامتها الإقليمية ويدمر السلام والاستقرار في مضيق تايوان نحن نعارض ذلك بشدة وسنتخذ بالتأكيد إجراءات للرد بحزم ولكن قبل كل ذلك كانت حذرت الولايات المتحدة الصين من أي رد فعل مبالغ فيه على توقف لرئيسة تايوان تاي إينغ وينغ في نيويورك خلال توجهها إلى أمريكا الوسطى وفي لوس أنجلس في طريق عودتها وقال مسؤول أمريكي كبير أنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعل الصين تستخدم ذلك كذريعة لرد فعل مبالغ فيه أو لممارسة مزيد من الضغط على تايوان موضحا أن توقفها في الأراضي الأمريكية لا ينتهك بأي شكل سياسة الولايات المتحدة بشأن صين واحدة وإنها مجرد نقطة عبور مؤكدا أنها زيارة خاصة لا رسمية أما من جانبها شددت رئيسة تايوان على أن تايبي لن تخضع لأي ضغوط خارجية ومصممة على توسيع علاقاتها الدولية مشير إلى أن تايوان مستمرة في المضي قدما نحو تحقيق سيادتها الكاملة وحريتها تايوان هي تايوان في العالم إن قيادة تايوان إلى العالم وجلب العالم إلى تايوان هدف مهم لإدارتنا الضغط الخارجي لن يمنعنا من إصرارنا على احتضان العالم نتحلى بالهدوء والثقة والصلابة وعدم الاستفزاز ستسير تايوان بفبات على طريق الحرية والديمقراطية إلى العالم مستمرون بعد الفاصل ونتابع الحكومة البريطانية تحارب التسول وغاز الضحك الجيش الأوكراني ينفي أن يتقدم روسي في باخموت وزيلنسكي يحذر من تداعيات وخيمة لخسارة المدينة مع استمرار المفاوضات حول التعديلات القضائية في إسرائيل رسائل شديدة اللهجة بين بايدن ونتنياهو واشنطن تحذر بكين من أي رد فعل على زيارة رئيسة تايوان والصين تعتبر الترانزيت استفزازا متعمدا وتقرير يحذر بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محل 300 مليون وظيفة بدوام كامل على الأقل في المستقبل أحييكم من جديد أعلن مجلس نظارات البجا جناح ترك أعلن يوم الأول من إبريل موعدا للإغلاق الشامل لشرق السودان وذلك رفضا للاتفاق السياسي وقال المجلس في بيان أنه يقف ضد أي عملية سياسية أو جدول زميني لتكوين حكومة يرفضها 90% من الشعب السوداني على حد قوله وطالب بيان مجلس البجا القوات المسلحة والدعم السريع بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع سلاح مشات البحرية الأمريكية وكوريا الجنوبية أجريا أول مناورات هبوط برمائية واسعة النطاق منذ خمس سنوات في مدينة بوهانغ الساحلية وأظهرت المقاطع المصورة قيام جيشي سول وواشنطن بقيادة مركبات قتالية برمائية لها قدرات هجومية بتدريبات عسكرية ستستمر حتى الثالث من إبريل المقبل وذلك لتعزيز الاستعدادات القتالية وقال المسؤولون أن التدريبات ستشمل مجموعة من إجراءات الطوارئ والقيام بعمليات هجومية محمولة جوا وبحرا تتزايد المخاوف تدريجيا مشاهدنا في أوساط الموظفين والعمال في مختلف أنحاء العالم من أن يأتي يوم ويتم الاستغناء عنهم بشكل نهائي خاصة وأن تقريرا صادرا عن بنك الاستثمار جولدمين ساكس قالها قال إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة وبحسب التقرير فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقوم بمهام ربع الوظائف في الولايات المتحدة وفي أوروبا لكن هذا قد يعني أيضا وظائف جديدة وانتعاشا في الانتاجية وفي النهاية قد يؤدي هذا إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة عالميا بنسبة 7% ويقول التقرير أن الذكاء الاصطناعي القادر على إنشاء محتوى مشابه بصورة كبيرة لما ينتجه البشر يمثل تقدما كبيرا ويمكن استخدامه لإنجاز 46% من المهام الإدارية و44% من المهام القانونية لكن هذه النسب ستتراجع في قطاع البناء إلى 6% فقط و4% في قطاع الصيانة تعتزم حكومة ريشي سوناك تقديم قانون يهدف إلى مكافحة ما تسميها السلوك غير الاجتماعي ويتضمن المشروع حزمة إجراءات من بينها منع بيع غاز الضحك ومكافحة التسول الذي انتشر مع الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى صلاحيات أوسع لأصحاب البيوت لطرد المستأجرين خطة عمل جديدة طرحتها حكومة ريشي سوناك لمواجهة ما تسميه السلوك المعادي للمجتمع فضمن إصلاح قطاع إيجار السكن سيكون بوسع ملاك المنازل طرد مستأجريهم الذين ينتهكون معايير السلوك الاجتماعي كالحفالات الصخبة أو طاعات المخدرات أو تأخرون في سداد إيجارهم إصلاحاتنا صحيحة ومتناسبة ومتوازنة وسنعمل على تقوية أسسها وعلى أصحاب العقارات استخدامها لاستعادة ملكيتها بما في ذلك عندما يكون المستأجرون مخطئين الائتلاف الصحي للمستأجرين لا طالما دع الحكومة إلى تعديل نظام الإيجار لحصول المستأجرين على مرافق مناسبة وصالحة الاستخدام وإلغاء طردهم دون سبب مع إنشاء هيئة لتسوية النزاعات بسرعة أعتقد أن أحد أهداف هذا التشريع كما تقول الحكومة هو إعادة التوازن للنظام لصالح المستأجرين بشكل طفيف لأن أصحاب العقارات في الوقت الحالي يتمتعون بالكثير من القوة في التصرف في مبتلكاتهم ويعود سبب ذلك إلى الطلب الكبير جدا على العقارات المؤجرة التشريع الجديد سيحد أيضا من المتسولين الذين زاد عددهم مع الأزمة الاقتصادية في شوارع بريطانيا يتكسبون من روادها بأساليب ابتزاز تزعج المارة إذا ما أرادت الحكومة القضاء على التسول فعليها أن توفر ما يلزم وهو القضاء على الفقر ليس بإمكان المتسولين كسب لقبة عيشهم من خلال العمل وما لم يؤذون المرة فلا أرى مشكلة في تسولهم بموجب نهج عدم التسامح المطلق سيتم حضر غاز أكسيد النايتروس المعروف بغاز الضحك في رسالة واضحة إلى عصابات التخويف التي تتجول في الشوارع الرئيسية والمنتزهات وتغمرها بمخدر العبوات الفارغة وتزعج النسا بسلوكها المعادي تعتبر حكومة خطة العمل المناهضة للسلوك الذي ينتهك حق الفرد في العيش بأمان أمراً بالغ الأهمية ولن تتوانى في تعاطيها مع الجريمة والسلوك المزعج الذي يسبب البؤسة للناس مصطفى زارو العربية لندن تيك توك يدخل على خط تصنيع السلاح نعم مشاهدنا فقد قالت إحدى أكبر الشركات المصنعة للذخيرة في أوروبا إنها تواجه تحدياً في التوسع المخطط لها مما عرقل أيضاً من تلبية احتياجات أكران المتزايدة على الذخيرة والسبب هو شركة تيك توك كيف؟ نتابع هذه الذخائر على المحاك والسبب هذه المقاطع نعم مقاطع تيك توك قد تهدد تزويد أكرانيا بالذخائر شركة نام لتصنيع الذخائر النرويجية إحدى أكبر الشركات المصنعة للذخيرة في أوروبا قد لا تتمكن من تلبية طلب الأكرانيين المتزايد على الذخائر أما السبب فيعود لمركز بيانات تيك توك الجديد الذي يحتكر ويستهلك الكهرباء في المنطقة القريبة من أكبر مصنع ذخيرة في النرويج ووفق صحيفة ذكارديان فإن خطة شركة نام للتوسع تتعارض مع جهود تيك توك لتحسين صورتها في مواجهة عدد متزايد من عمليات الحضر في جميع أنحاء العالم من خلال استيعاب بيانات الأوروبيين محلياً بشكل أكبر من بينها النرويج أصلاً وهي خطوة تريد منها تيك توك إرضاء المشارعين الأوروبيين بتخزين بيانات المستخدم الأوروبي محلياً وتقليل نقل البيانات خارج المنطقة الشركة أعلنت عن خطط لفتح مراكز بيانات جديدة في أيرلندا وفي منطقة هامار في النرويج الرئيس التنفيذي لشركة نام القلق اعتبر أن النمو المستقبلية والحرب الدائرة قد يعرقلهما تخزين مقاطع الفيديو الخاصة بالقطة مثلاً في جامعة دورام البريطانية اكتشف علماء فلك واحداً من أكبر الثقوب السوداء على الإطلاق الثقوب الأسود الذي تم اكتشافه فائق الحجم بكتلة تقدر بحوالي 32.7 مليار ضعف كتلة الشمس ما يجعله أكبر بحوالي 8000 مرة من الثقوب الأسود الهائل في مركز مجرد درب التبانة وبحسب موقع ساينس أليرت مشاهدين الثقوب الأسود الهائل يبعد حوالي 2.7 مليار سنة ضوئية من الأرض وتم اكتشافه عن طريق انحناء الضوء أثناء انحراف مساره ويذكر أن أكبر الثقوب أسود تم اكتشافه على الإطلاق هو تون 618 عام 1970 وبحجم يقرب حوالي 40 مليار كتلة شمسية إضافة إلى الوجبات الرمضانية التي اعتاد بنك الغذاء اللبناني على توزيعها في شهر رمضان المبارك على العائلات المحتاجة يقدم هذا العام أيضاً سنضيق تحتوي على موناء لبنانية تستفيد من ثمانها ربات منازل بحاجة إلى دعم مادي يؤكد بنك الغذاء أن مساعدته تستفيد أو مساعداته تستفيد منها العائلات اللبنانية حصراً مع ازدياد نسب الفقر وحصول اللاجئين على مساعدات من المؤسسات الدولية تمضي محسان ساعات وهي تحرك قدر اليقطين فالمونة التي تحضرها ليست للاستخدام المنزلي بل يتم توزيعها على عائلات المحتاجة خلال شهر الصوم وأم حسان ليست أفضل حالاً فهي المعيلة الوحيدة لثلاثة أطفال لجأت إلى تعانية الخيارة التي تعمل على تمكين المرأة على تؤمن مصدر رزق يتماشى مع دورها كربتي منزل الأب للأولاد مش موجود والوضع الأبت صاري شرتي كيف ومجبورة أنا ما فيش غيري أنا قدام الأولاد يعني أنا بدي إنجبر كون الباي والأم يعني أعمل الدورة هي توصلنا مع جمعيات بتوعنا بسلامة الغزاء وخدعوا الصوايا عنا كلايتهم لتدريبات نحنا عنا 16 ست بالتعونية وبلشنا نشتغل على التصنيع الموني البيتية والكيترينج وهالشي هيدا كله يتساعد الصبايا أنه بلشت تطلع من جو البيت تتعلمت على مونة جديدة على تصنيع جديد بنك الغذاء اللبناني الذي يكثف من مساعداته الغذائية خلال شهر الصوم اختار تعانية الخيارة لتأمين الحصص التموينية للعائلات المحتاجة وبذلك يكون قد ساعد أيضا نسوة القروية أما المنتوجات فتؤمنها تعانية لخيارة من المزارعين اللبنانيين لتساعدهم أيضا على تصريف محاصيلهم الزراعية بسنة 2023 الطلبات للمساعدات كتير كترت والجمعيات ما بقى تقدر تتحمل عدد الأشخاص اللي طالبوا مساعدات بالمقابلة المساعدات اللي كانت تجينا من خارج لبنان ومن لبنان كتير قلت فعن بيكون عندنا كتير صعوبات لنقدر نوفر مساعدات لكل العالم اللي عند تقدم طلب جربنا أن ما فينا بدعم من عدة متبرعين نحافظ على العدد اللي رح يقدر يستفيد منا هذا الشهر 1250 عائلة لبنانية ستستفيد من صناديق تحتوي على مونة قروية لبنانية كما وسيؤمن بانك الغذاء أيضا وجبات إفطار طيلة شهر الصيام من خيرات الأرض في الكرة إلى العائلات المحتاجة في المدن أطلق بانك الغذاء اللبناني حملة جديدة من التبرعات لمساعدة لعدد الأكبر من الأسر خلال الشهر رمضان المبارك غنو يتيم العربية البقا قصص اللاجئين السوريين تعود إلى الشاشة وهذه المرة في لبنان التي يجسدها مسلسل النار بالنار المسلسل الجدالي المكون من 30 حلقة يعرض موضوع النزوح والمشاكل التي ترافقه يجمع عبد فهد وكاريس بشار وجورج خباز بالإضافة إلى أهم الفنانين السوريين واللبنانيين المزيد في فقرة كواليس مع سوها الواعل وأعداد أيهم القاسم المزيد في فقرة كواليس معقول يكون عزيزة عامل شيدو ضد السوريين بس عادة الحاليين بيبلش البنياتها بيمدي يدو عاليافتها بتصير مشكلة تماما بس تعدم العين بدنا نقطع الكهربة عن الحركة مرحبا من أكثر الأعمال المثيرة للفضول هذا العام في رمضان مسلسل النار بالنار والسبب جرأة موضوعه والتي تتناول بعض المشاكل التي تواجهها اللاجئين السوريين في لبنان بجرأة كبيرة من بطولة النجمين عابد فهد وكاريس بشار حاولنا نوصل فكرة جدا موضوعية ونكون جدا وسطيين وما نكون ميالين لطرف أكثر من طرف كونه خلفية هذا المسلسل بيحكي عن الصراع السوري للبناني يلي سبب بالأساس السياسي والناس تبنوا بس على الصعيد الإنساني بتكتشف أنه حقيقة ما في خلاف على الصعيد الإنساني ولكن في رواسب عديدة وآلام وجروح طبعا نزلت على المنطقة الأساسية اللي هي عايشة فيها بسوريا أكيد كل السوريين بيعرفوها اسمها الشيخ محدين ومن هوني تم طلقت بأنه مريم كيف بتمشي وليش هيك بتمشي المسلسل مؤلف من ثلاثين حلقة من تأليف رامي كوسة وإخراج محمد عبد العزيز يشارك فيه بالبطولة أيضا الفنانين جورج خباز الطوني عيسى زينة مكي طارق تميم وكثير غيرهم ويحظى حاليا بنسبة مشاهدة عالية وسط الكثير من الجدل على مواقع التواصل ما بين فئات تعزز الإحداث كواقع وفئات تصفوا بالمبالغة الرؤية الفنية والمعالجة أنا برأيي أنه كيف ممكن نحن نتطرق لهاية الإشكالية بدون ما يكون له شكل إخباري أو نيوز يعني كيف تم معالجته دراميا هون أهمية هذا المشروع سلسل نار بالنار بيعتقد أول مسلسل مشترك لبناني سوريا مبرر عم يحكي عن هالصراع ما بين الشعبين والصدقات كمان مش بس الصراعات فمسلسل حقيقي جدا شخصية امطوائية عنده أسبابه عنده تاريخه بايوا مفقد بالحرب وخطفينه بوقتها السوريين فعنده إذا بدك حقد كبير على السوريين وهذا شي بترجمه بتعطيه مع الناس حين السوريين يلي بيكونوا اللي بيجوا على الحارة اللي هو ساكن فيها أنا عم بلعب شخصية مواطن عادي اسمه جميل كان صحافي وهو يساري شيوعي يعني صار عنده انكسار من السورة بالبلد وصار عنده انكسار من انتمائه السياسي من خطه السياسي اللي ماشي علينا الحياة ما بصير تلعب معا وهي اللعظة اتأكدت انه قبليس الوجواتي طليع وقالوا مني اذا بتلعو ادرى رعي يا عدنا زل تطلع عايش رقم شحافي من هون للشيخ الحدي لاب اهو عندك ماتي مع السوريين بفهمك بس بتحلمه شكلك راس براس فعل شوناوي لا بأش في الختام نذكر بالعناوين الجيش الاوكراني في اي تقدم دروسي في باخموت وزيلنسكي يحذر من تداعيات وخيمة لخسارة المدينة مع استمرار المفاوضات حول التعديلات القضائية في اسرائيل رسائل شديدة اللهجة بين بايدن ونتانياهو واشنطن تحذر بكين من اي رد فعل على زيارة رئيسة تايوان والصين تعتبر الترانزيت استفزازا متعمدا تقرير يحذر بان الذكاء الاصطناعي سيحل محل ثمان ثلاثمائة مليون وظيفة بدوام كامل على الاقل في المستقبل مزيد من الأخبار دوما على العربية دوت نيت ألقاكم أو الزميل نايف الأحمر يلقاكم على رأس الساعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة